هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهايسام بس وما بتمثل حكواتي أوبس I did it again I play with your heart أول شي بونسوار هاي هيسام عن جد عن جد هيك بلشت حالتنا عم بتخيل الناس اللي عم تسمعنا وبلشوا بأوبس آه إيه أنا حابيت ألعب على الكلمات هلو كتير صراحة عن جد وكتير هيك ناينتيز مدري كيف حصيت حالي بالأخر لقيت بونسوار حياتي كيفك يا هيسام عم بشتقلك من أسبوع للتاني عن جد قد يكون هيدا أكتر مرة بشتقلك ما بعرف لأي حسات هالأسبوع قطع وكأنه سنة كاملة على أوكي بحب خبر الناس هايدي عم نسجلة دغري بعد حلقة دغري بعد حلقة أسبوع الماضي هايدي الحلقة عم نسجلة دغري من بعد حلقة أسبوع الماضي طب ليش هيك نعسيني؟ أنا يا جايز لا مش رايحة على دوباي أنا رايحة على تركيا لأسبوع لأنه عندي عرس أصحابي بمنطقة بإزمير فبالتالي رحكون غيبة هيدا الخميس وهيدا الخميس وين بس؟ بقلشت بإزمير والله أوكي آي رايحين نزوج مدني أوكي آآ لأنه أنا هيدا الموضوع ما بيعني لي مش من مستويه وما بدي علق عليه ما بيهمني أوكي منطلق بحلقة اليوم من أول شيء بمصور ولأنه لعبتنا بطبيعة الحال أحلى بكتير I did I didn't رح نكون عم نقطع بمواقف رح نسأل بعض إذا عاملين هالمواقف أو لا I did or I didn't ورح أطرح أول سؤال جايز لا تفهموا أكتر شو هي اللعبة هل يا شي مرة يا هيسم أكل مخطك نعم أم لا ولو الانطلاقة على الليلة نبلش ب لا دغري يفهموا شو اللعبة بس أنه هيك فسرتيلون هلأ أنه كان فيهم يفهموا بحيال السؤال عم بتفكي؟ لا بس لا أحظة هلأ أنت بكتير نعيني أنه لا بالفترة اللي أنا مذكرة بحياتي يا أكش تبذع مرخمت يا دغري نازل من منخرك عتمك لا ولك بيش هيكي مصطولة بالفترة اللي أنا مذكرة من حياتي لا أكيد بس أنه بعتقد لما كنت ولد أنه هلأ حسب ما بشوف أنا بكل أولاد اللي بعرفها أدي ولد يعني 29 سنة شو سخيفة شو سخيفة لا عن جد يعني فيني أكد لك أنه من عمر الأربع أو خمس سنين وطالع لا بس بركي أنه بس كان عمري ثلاثة عملتها وأنه ما بديك هزي أم أكد كنت لي ويعي على حالك أنت لما كنت عمرك أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة هلأ أنت اليوم أنت عمرك ثلاثين ومش ويعي على حالك فأنه ما فينا نقعد نحكي عن العمر بس أنه لأ على عمر أربع خمس سنين يمكن أنه إذا نزله هيكي مثلا الحسون يمكن ما بعرف أنه مش ما فيني أكد لك صراحة يعني عن جد أدي سؤالي بيقرف أدي جوابك بعد أعرف ما لأ خليني لخبرك لأ لأني مذكر أنه طعمتهم مالحة فأكيد بعرف فريريزين ليش طعمتهم خلاص ناكست أنت دورك دورك برك أكل أكيد أكل حياتي بس قبل الخمس سنين أو ستة سنين يعني أكيد لما كنت طفل أوكي أنا أسألت على فكرة هيك رح يكون مستواهن زبالة آه هيك كتير طيب ما ذلك هيك I did أو I didn't تطلقي ريح بالمجتمع قدام الناس يلا تفضلي شو يعني يعني أميت شو يعني أميت يعني داريت داريت معرفها ما صنعه ولو أميت إيه يعني أنه لحظة لي ما بتسميها أموتة لا اسمها شي تاني عنها شو الأموتة اسمها شي تاني عنها لا معنو أموتة ما إلا شي بس هاي دي إطلاق الغازات إلا شي تاني عنها داريتا؟ غير داريتا شو؟ مش أموتة بتشبهها شو؟ عابلة أعرف عن جد أزوحة نسميها أزوحة ولو شو هاي بأي معجم أزوحة أزحت هلا؟ لا أموتت وحية الله لا بلى شدة إذا بدك تقوليها كفعل بلى شدة يعني يعني مش أزحت أوكي أوكي أشي مرة عملتيها بالمجتمع بطبيعة الحال أكيد كذا مرة كمان I'm fucking proud يعني who doesn't actually يعني أنه كمان ولا مرة واجعك بطنك أنت قدهم العالم بس إيه إنه إذا واجعني في أبشعك كيفك يا واجعي يعني طلعوا طريق سيك وإبني بس أبشع حلقة بتاريخ أول شيء في أصوار بعتزروا تكلين الناس اللي عاب يسمعونا إيه بس رجائعا لكل الناس اللي عاب يسمعو إنه مش كل ما تحسوا بواجع بطن تعملوا أموتة ليك هلأ أنا أنا برفض مثلا بالسيارة مثلا يكون حدا قاعد حدي وبكل ساة يطلع هيك برفضها بس إذا بس إذا لا شعوريا وما بقى قادر يسايت هو بمحل فيه عالم أوكي أوه أنا ياما ياما مثلا كن ماشي بالموت ياما 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 كن ماشي بالموت وماشي ماشي وياما وياماشي وراي خاصة بدبي لأنه بدبي الأي سي قوي ماشي كنت يمشي وسافوني وراي دعوة ما أبشعيك طبع أنت سألته أنا عم جاو يا أخي يا الله الأي المشكلة أنه إيام ما فيك تسيطر إنه إكزافتي للعشرة بس إنه لا 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 يلا لكل الناس يلي عم يسمعونا لا مش إنه كل الواجع بتحسوا فيه ببطنك ونت عملوها بالمجتمع إنه فيه حمامات بس إنه إيام ما تسيطر تفضلي غنوة هيسم شي مرة سبحان إن كان بالبسين أو بالبحر عاري يعني عاري من فوق لتحد لا لم يحصل بحسوا شي حلو على فكرة بس بحس بعملها إذا بالبول مش بالبحر أوكي وبتفضل صبح أو بالليل بالليل أوكي يعني بتحب تعملها إنه بحسها شي مريح عن جد بحسها شي حلو والله بس إنه بعتقد بعملها بالبول مش بالبحر لأنه دايما عندي خوف إنه بالبحر في قصص يعني معقولتكم معقولتك تشاك شد والله دايما بحس إنه البحر أنا أصلا بخاف من المواتي هلأ شي سمك تسردين تجي وبلو سردين سردين حبيبتي آه بدأت سمك يا أكبر آه غير القرش سوري أنا قرش وطلوع آه قرش وطلوع إنت قلت سردين إيه طب أنا قلت سردين إنه إنت رجعت أياشتو بالقرش يعني إيه 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 لكل الناس اللي ما بتعريف أنا لاحس إنه هادي حلقة تانية من لو كنت لكل الناس اللي طالبت قد تكون أنا عندي كتير خوف من المي يعني بخاف من المي أنا ف البحر تحديداً أنا بخوفني فكيف إني أصبح كمان عاري بحس حالي خيفان بعض أكتر أنا لو البحر البحر لو بعدك عني لخلي الدنيا مطارة شو بتقول؟ صح أنا سؤالي لأقلك أنت وعم تسبح you did أو you did not شي مرة تعملي بي 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 بالمي أو هل هو شي بس للشباب؟ بالبسين ولا مرة بالبحر دايماً بالبحر دايماً؟ إنه البحر كبير بساعة الكل وفي طيار جارف واو أوكي حلوة لأنه حبات الجرقة أنه أكيد كمان عاملة يعني شي مرة لا أكيد مش بالبول عن جد بحس لأنه البول أنه شوي عاب يعني أنه قد بدي يكون كبير البول وفي الناس حوالي يعني بحس أنه eventually رح يحسه بالسخن فبعتقد أني عاملة آي ممكن على البحر بس أنا ما كتير بروح على البحر يعني بالمرات اللي رايح فيها على البحر شي مرتين، ثلاثة، أربعة عاملة بالبحر أكيد أوكي شي مرة يا هيسم اكتشفت خيانة أحد أصدقائك ومعملت شي يعني هو صديقك أو صديقتك عم بتخون شريكك أو شريكة ومعملت شي اه طراحة مش خيانة خيانة لكن مش خيانة اللي هي بمعنى أنه ايه شو خيانة فسر شو يعني شو خيانة بس أنه بمعنى أنه هيك شوي كان عم يلعب بدايله يعني إذا بدك الدايل يعني يعني أصدق شو؟ يعني هيك بيقولوها باللهجة اللبنانية يعني كان شوي عم يزيح عن الخط المستقيم إذا بدك وعرفت أنا وأكيد هو رفيقي أكتر من هي يعني هو أنا ويا أصحاب وانا عرفت وصار أحاديث بيناتنا وهلأ هلأ بطل الزلم بس أنه بغض النظر عرفت بس أنه ما عملت شي غير أني حكيته ونصحته قلت له ليش شو صاير شو المشكلة آه ما قلت له للبنت ايه ما قلت له لأ يعني أنا بهالحالة يمكن لو هي كانت رفيقتي من الأساس وعرفت مش منه يعني عرفت عنه أكيد كنت بقلها أو على القليلة بروح بيحكي لقله بس لأنه هو رفيقي وهو إيجا خبرني أكيد ما رح رح خبره لقله آه أنا كان أصدق أنه إذا عرفت مش منه إذا عرفت أنه هو عم بيخون آه لا أمش صايره لا لا مش صايره أعرفت أنه هو قلي أنه فيه شي صاير أوكي you did أو you did not تبوسي حدا غير رامي in public بحياتك وهيدا في قلله تتابع السؤال فجاوبيني على هيدا رأقليك التاني أنه I did أكتر من مرة ما فهمت أنه هيدا هل هالشي غريب لا بس عم بسألك لحتى خبرك لي إيه طب هل you did أو you did not ما زالك بستي تبوسي أكتر من حدا بيزار في 24 ساعة آه لا ليه طولت اللي قلت لا بفهمت لا لأ طول لا يوصل صوتك لعندي يمكن لهيك حسيتني طولت بس لا ولا مرة أكتر من شخص ب24 ساعة أوكي أكتر من شخص بزار في 24 ساعة لا حدا بس أنه أكتر من شخص لا أكيد أوكي شي مرة شي للعلقة من تمك هيسم وهيك معلقة مثلا تحت الكرسي تحت الطاولة يعني هيك حطتها بمحل سئيل شوفي أنا بكره هالحركة كتير لأني كتير بكره أقعد على الطاولة خصوصي أيام الجامعة ولاقي شي علكي محطوطة تحت هاي دي أكره شي بحياتي ايه فعلى حد علمي وشو مذكر لا مش عاملة ولا مرة بس برجع باللي كيمكن لما كان عمري خمسة عملتها فيتا تم للسؤال تفضلي شي مرة كابب شي من السيارة وحيات الله هاي دي أنا معروف فيها أنا مرة ابن أختي حرام الله يطول له عمره ومنوجه له الخير إنه أكيد هلأ إذا عم يسمع رح يكون عم يضحك وقفت بنص الطريق ورجعت وقلت له نزال لما وحرام كان كابب ماشي العلكة عرفت هاي الصغيرة يعني علبة العلكة الصغيرة هالقد صغيرة يعني نزلته ولما بعده لليوم ما بيكب شي من السيارة لأنه عنده مش إنه فوبيا بس إنه بيخاف ترومة عملت له ترومة أديك إنه عمره لما عمل هالشي بس بركي إنه positive trauma يعني كان عمره شي عشرة آه أوكي بس إنه شي positive وأنا عن جد كتير بكره يعني مش النيلون هيدا بترانسبران عن جد ما بحب إنه حدا يكبه من السيارة فأنا عندي كيس بالسيارة بكب فيه وإذا مش موجود بخليهم يا أختي بس أوصل على البيت بكبهم بس كتير بكره يعني بحسها بخدها شخصية لما أشوف سيارة قدامي عم تكب شي من بحس بدي يزمر له بدي أكسر ما بعرف بدي أعمل شي لأنا ما بحب أنت شي مرة عملتيا يفضل يكون لا أنا بكب من السيارة أنت هاي الوقحة يلي قدامي أنا ما بكب أناني ما بكب كيس ما بكب زبالي تكب مثلاً إذا كنت يه هلأ رح يعرفوا الشي جماعة أول شي بونسوار أعرفت شو بتكب خلص ما فيكي ما تكف أوكي دورك طيب يودد أو يودد نوت هيدا عبس أليكي يعني بحرف أنه يودد بس بحب تخبرين الحادسي يلا خير يودد أو يودد نوت تستفرغي عند الناس يعني مش بالبيت خبرينه مش أنت شفافة مع مستمعين نعم صايرة مرة للأسف الشديد أكيد بقول أنه نعم استفرغت مش استفرغت من ضرورة ما استفرغت لأنه ما بعرف مريضة استفرغت صراحة أنت هيسم عبيلك أنه ما بقى يسمعونا جماعة أول شيء بمثوار أو عبيلك ياخدوا فكرة غلط عني أو بدك أنه شو بدك من الآخر قل لي بذكرك مين اللي افتتح الحلقة بسؤال المخطأ أوكي المختصفة يعني بس أنه صراحة صراحة عن جد رح أولى وبتمنى عليكم أنه عن جد ما تظلموني بأحكامكم وتتفهموني كنا عن جد بعشا ببيت أحد الأصدقاء وكنا عن جد كتير مبسوطين وكنا كنا شربانين فالشرب الزايد أدى إلى أنه استفرغ انبساطت هاي سامها لا لا بس أنه بحب أنك اعترفت أنت بتشرب أنا لا أنت لحظة وحيات الله لا أنا بالسهرات بالسهرات بشرب بس مش أنه يعني بشرب بس لأنه نحن عملنا ساكرجية أكيد ايه أنا بوصل على الصهرة أصلا مثل السكران يعني دغرب ببلش رأسها يعني ما عندي أنه أنا بانطر الكاس أو بانطر الشرب حتى أنا كمان على فكرة ما بتطلبها نفسي كتير هي بس الجامعة أيام هيك تقتضي أنه هيك نعمل أجوة أوكي حاش تقتضي أوكي تفضل شي مرة يا هيسم كنت بديت وبهالديت اللي أنت كنت فيه كان فيه شخص موجود بهالمحل وضربت عينك عليه و ما كانت كتير يعني أنت والديت اللي أنت فيه يعني صرت أنه مثل أنك عم تلعب لعبة مع الشخص الثاني اللي موجود بقلب هالمحل يعني مثل أنه أنت مع هيدا الديت بس أنه أنت لأ فيه هالإنسان الثاني اللي قاعد عم تطلع فيه وعم تلعب نظرات معه لا ما صارت بديت أكيد صارت بصهرات أو بظهرات عادية مع الأصحاب أو مع ناس بس أنه بديت لا بكون جدا محترم الشخص اللي ظاهر معه أكيد يعني ما بحطس بسمح لنفسي أن أتطلع بغيره أكيد أنت من مدرسة أنه حتى لو كنت مع لتساي الشريك يعني صحبتك خطيبتك زوجتك هل بوجودة ما بتطلع بغيره إيه أنه أنا كتير مع احترام الشريك لأنه بعتبر انتقاس من احترام إلى قلو احترامه لقلو إذا تطلعت بحدة تاني عن جد بس أنه النظر ما بينحجب يا هيسم النظر شيء وانت قلتلي لعبة النظرات مع الشخص تاني طبعا يعني قدي سئيلي وبشعة أني كون أنا مثلا مع حضرتك حضرتك قدي بشعة أنك تكوني مع رامي مع رامي مثلا ويكون رامي بهالوقت قاعد عم يتطلع ويبتسم ويغمز ويضحك ويعمل حركات لا لا ما عم نروحها أكستريم أنه قاعد بوجه وقاعد في التأفاتح سنترال مع واحدة تانية لا أنا مرحة نو مرحة هالأد أكستريم عم نحكي أنه أنتوا قاعدين سوا بس أنه في هال أنه من وقت ثلاثتين بتكب نظرة على هيداك الشخص مش عم بقلك أنه هلأ فاتح معه conversation عن بعض virtual وأنا بوجك مثلا اه ساعتها غير مغضوعة بس أنه أني فوت هالأد بتفاصيل أني هالأد أعمل حركات لا بحسة انتقاس وقلة أخلاق اوكي I did not اسرق شي بحياتي حتى لو شي سخيف صغير علكي شغلة سرقت شي مرة بحياتي نعم أنا باعترف أنه أنا كان عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنعاد أنا لما كنت بالمدرسة وبيعتقدم خبرتك هيدا الشي عبر أول شي بمصوار يمكن لأنه ما كنت شاطرة كتير وما كان يطلع لي ستيكرز على صنديحتي كنت اضطر بآخر النهار اسرق ورقة الاستيكر مثل ما هي وحطها بعبه وروح فيها على البيت وتشوفها أمي وتقلي راجعيها تاني نهار مثل الشاطرة أيام نعم كنت اسرق بمبونة أو علكة من الدكانة وكمان ترجع أمي تعرف وتخليني رجعها مثل الشاطرة أوكي فهرينة بس حبيبتي غنوة ايه بهاري ادي كان عندك أنه مشكلة عقدي عن جات كلمة هيك لازم كتير ننتبهها للأولاد اليوم حتى اللي مش شاطر انه لازم يكون في طريقة تنحسسه بأنه هو مش أقل من غيره يعني كتير سائلة فكرة تفلي على بيتك كلها استيكر حقق داي 250 اه كان حقق هلأ بطل حقق بس شو يعني اوكي انت سارئ بحياتك هيسم سرقات كبيرة لا بس بعتقد كنا نتلزز سرقات كبيرة انه سطوا على بانك لا ما قصدي هيك يعني انه جرائم صغيرة يعني هيك أصص مثل انه من عنجارنا بس كنا كتير صغار كان في عنده هود العليك الصغار يلي كانوا تلاتي بخمسمية وشي هيك يعني كتير ما كانوا شي اه انه كنا نبسط نتسلى فيهم يعني انه ناخد بين فترة وفترة بس انه سرقات كبيرة لا سطوا سطوا ولا ماء سؤال سؤالي بيقلك يا هيسم يعني انت مكذب او مش مكذب على احد الاصدقاء انه لاتسي انت هلأ قاعد معي وعم تحكيني بس لما اجيك تليفون من احد الاصدقاء كذبت وما قلت له انه انا قاعد مع غنوة اكيد صايرة ما قلت له انت مع مين ليه ليه بتكون صايرة هيدا انه في كتير اسباب معقول تصير كرمالة يعني معقول هيدا الشخص مثلا ما فيني انا قدام غنوة اقول اني عم بيحكي معه فبكذب بحيالة طريقة معقول انه ما بعرف هلأ بس اشيت عم فكر بالاسباب هاك تحديدا كذبة هاك يعني انه انا قاعد مع هيدا الشخص وكذبت اني قاعد معه اي 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 لكي بتعرفي انا بكذب بهالتفاصيل بس لما حس انه في معقول يكون موضوع او شخص بيجرح الشخص التاني يعني انا شخصيا اي اخر همي مع مين قاعد بس ايام الشخص التاني بيكون بينجرح بغض النظر ليش اكس حدا تاركه ما بده يسمع عنه ما بده يعرف عنه شي ما بقت افر ساعتها اي ما بقول يعني بس حتى اتفادى اني اجرحه للشخص يعني ما رح يتغير شي بس لما ينجرح بس انه لا كذب انا مع مين لسبب اكبر من هيك او دراما اكتر لا انه ما بتصير صلاح وخصوص انك عم تقولي على عرفيق يعني عم كذب عرفيق من الموضوع انت عملتيا نعم بطبيعة الحال انا اكيد عملت تقريبا لنفس الاسباب تبعك اي انه تفاديا مش انه عم نعم شغلي ايد او ايد انات ضعطي ببلد رحت عليه سفرتي عبلد وضعطي فيه مش ضعت بالبلد بس مثلا اخر مرة كنا فيها بتركيا انا ورامي كنا رايحين على منطقة معينة واخدنا باس اخدنا باس يعني هو نحن مفروض لا تساي نروح الشمال راح فينا الباس يمين واخدنا على منطقة يعني نوعا ما حدودية او على البحر بتركيا واكتشفنا مأخر فانزلنا من الباس ورجعنا بالاتهجاه المعاكس بس ولكن انه ايه مين ما بيديع لما يكون ببلد غريب يعني بيبقى منه عارفه يعني او حلو هلأ لما كذب عليك ما كتير كنت عم بركز معك لسبب انه مباشرة حل الهواء نحن عم نسجل حلقة اول شي بمصوات مصوات اشط قلبي لانه لانه وصلني ايميل اوفر سعودية انا ومعك هلأ خبر لالجايد فدبل هم بركابة ما شفت شو صراحة ما فتحت بس اعتلت ليش هيك عم تطلع في هيسم لانه بتعرف قديش هيدا الموضوع هيك يعني كمان مثل مهمك هاملة عن جد بس لانه يعني كتير بشع وكتير سقيل عن جد انت بتعرف خصوصي نحن الناس اللي عندها هيدا التفكير اللي هو مستحيل فيلم لبنان لما عن جد يوصل لمرحلة يبلش حتى لو واحد بالمية يفكر انه عن جد ممكن اخذ هيدا الوفر وروح كتير مئزي كتير ولدرجة اني انا باعت الايميل عم بطلب تعديلات هايسا من خلال اول شي بونسوار انه بس تفتح الايميل ما تقلنا شو فحوي بس انت تقري وتعملي هيك ردي تفعل لانه فعلا هيدا يعني انا كتير عبالي عيشو معك عبر اول شي بونسوار لانه هيدا فعلا يعني موضوع هيك مهم ان كان الي او الك هل فيك بس هيك انت تقري انا رح اجرب عبي هوا مع جماعة اول شي بونسوار وانت بهيدا الوقت ري الايميل وهيك ارجعلي بس برد تفعل اولية للي بس بدي الكون يا يا جايز انه نحنا بتعرفوا من وراء الظروف اللي عم نعيشها بلبنان الوضع عم بيصعب اكتر واكتر على الشباب شو بتكون اكتر من هيسم المصري هيسم المصري اللي بحياته ما فكر يترك لبنان نهار من الايام ما كانت اصلا خاطرة عبيله هالفكرة اجا نهار ونحط ادمر امر الواقع انه انت يا بدك تنتقل على الرياض لا تكفي بشغلك او بدك تاخد ارار انك ما تاخده هيسم اريتو تصور انه تكون الليلة اخر الليلة بتسهر هون ابلو معك بكل شي لايكي اخدوا عطيه انه هني ما عم ياخدوا يعطوا فاخدوا عطيه لايكي بدي خبرك شغلة قد تكون كتير سخيفة وكتير بايخة للناس اللي عم تسمعنا وخصوص اللبنانية اللي عم يسمعونا لانه باعتقد ما في يعني ما في لبناني او ما في انسان خبرته انه اجاني اوفر غير ما قال لي انه شو اهبل انت بعدك عم تفكر اكيد روح وهالقد الوضع مش منيح في لبنان انا الوحيدة اللي قلتلك العاكس على فكرة بس انه اي كفة وحيات الله اه لا بس عم قلك انه انا مش معتبرك انه نفسي وذاتي بس كل الناس قالولي انه بتكون اهبل اذا ما رحت وانا وحيات الله على قدمة سخيفة الفكرة نهار الاحد رحت اتغدات انا واهلي ومن بعد لما خلصت كان في عيد نهار الاحد حسيت انه شو ما كان عم يدفعولي شو ما كان الوفر اكيد مش احلى منها نهار ونهار ما فيه شي بس اتغدات مع اهلي ودهرت عيات ترفيقتي اوه بس كيوت فحسيت انه العامة عمرة ما تكون غربة يا عمرة شو عمرة حنموت من الجوع يعني اوكي بس منكون قشناهن على القليلة مع اهلنا ما بعرف فهلأ بالايميل بالايميل اخدوا عطيوا شوي ما بعرف يعني كنت عم بتمنى عن جد يقولولي لا وعلى كل شي لا لحتى تغري اقول انه ما بدي روح اوكي ما نكفي حلقتنا من اول لا ما بدينا نكفي حلقتنا بما انه نحنا عم نوصل وعم نشرف على نهايتها انا بدي بس اقلك شغلة هيسا من عبر اول شي بانسوار انا لما اقلك انا لما اقلك متل ما انت بتقول انه ما في شي حرزين بالحياة انه نفل كرماله من حد اهلنا انه حتى المصار بتروح وبتجي فعلا ما انه جاي من انانية من عندي مش انه انا بدي هيسم بالبنان وانه بس عم فكر بحالي لا انا لما اقلك خليك لانه بعرف انك انت مثلي وبتشبهني بهيدا الموضوع انا سبحان الله انا عندي اهلي طالما هني عايشين طالما بعضهم عم بيتنفسوا انا ما بعرف يمكن عندي مهمة بهالحياة انه طالما هني عايشين انا بدي كون معهم وحدهم لو مهما كله في الامر حتى لو هيدا الشي عم بياخد من سنيني ومن وقتي ومن اني انا اقدر يمكن شوي طور بحالي وبمهنتي انما انا هيدا خيار اخدته ومرتاحه فيه بكرة يعني بعيد الشار الف مرة لما يغيبوا عن هالدني ساعتها تفكر بنفسي ولكن طالما هني على هالأرض وعلى قيد الحياة انا ما فيني الا ما يعني اشكرهم وعودلهم على كل شي تعبوا فيه معي خلال كل هالسنوات انا بحس انه اذا بغيب عنهم متل انه عم بفكر بس بحالي وما بقدر ما بقدر غيب عن اهلي ما ما بفكر فيها مرتين صراحة كتير بيشرح وضعي كمان الحكة اللي حكتي بالضبط يعني لكل الناس اللي بالغربة عن جد عن جد عن جد انتوا يمكن بتفكروا انه هيك من اولى جملة عن جد قلبنا معكن وعن جد منعرف قد بغض النظر اذا بتحبوا السفر او لا او بتفكروا مثلي او مثل غنوا وانجبرتوا او لا الغربة شي كتير بشعفة الله يرجع عن جد كل مغترب على بلده عند اهله او والله ما يحط حدا بمطرح عن جد يضطر يقرر اذا يسافر كرمال طموحه كرمال مستقبله كرمال استمرارية حياته او انه يضل ببلده وكتير مهدد بانه بأي لحظة يصير قاعد بلا شغل كتير بشع الشعور صراحة او ما بقى ما رحقول شي لانه عن جد ما بعرف القرار بس انه ما بقى ينام لا بس بيهمني تعرفوا جايز انه حتى لو اخد قرار هيسم بانه يفلوي ويروح الرياض وعي تشرف اكيد انه هيدا البودكاست ما بيكون عم ينتهي لبل بالعكس لا بس تخيل وهو يكون عم ينتهي انا بيكون بدي شي رجعني على البياني بدي شي حسي حسسني انه بعدني اكيد رح يكفي على كل الحالات اكيد هو من الرياض نفتح اليوتيوب تشانيل طبعنا كل شي بعضو از بلاند بس هيدا القرار واحده هيسم رح ياخده نحنا فينا ننصحه وفينا نحكي اصحابه فيهم يحكو بس ولكن القرار بيعود للك هيسم على امل انه الاسبوع المقبل تكون عم ترجع لنا ايه بجواب نهائي اذا رح اتفل او تبقى هل بتحب تضيف اي شي قبل ما نختم بحب قليك تانكيو غنوة مثل ما بقول بكل حلقة مرسي لوجودك بحياتي ومرسي لكل الناس اللي مثلك ما بعرف ادي مرسي بس انه مرسي لكل الناس اللي مثلك اللي هني سبب كتير كبير باني انا اليوم ضاية اذا بدي سافر او لا لانه لانه لو موجودكم بحياتي كنت ببساطة بيحمل غراضي وبفل اكيد يعني شو فمرسي لوجودك بحياتي اكيد رح نكفي بأول شي بونسوار بغد النظر عن الغربة او مش غربة لكننا الناس اللي مغتربة اللي عم تسمعنا منحبكن كتير كتير وقلبنا معكن ان شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الحلقة من أول شي بونسوار بحلقة الجاي اكيد رح نفتتح مع خبر يا انتقالي على المملكة العربية السعودية يا بقائي بلبنان مهدد مهدد بال انقراض بالانقراض ومن هلا لوقتا اشتركوا في القناة